يعني لو هي جاءت قلت لك يا سامح يا حبيبي يا روح ألف ما تقوم تلم معي التربيزة الصفرة البنة تأكله بوزت يا روح يا حبيبي ليه بقى بوزت ليه لم التربيزة بوزت أخلا تعال للم مع بعض الاتباق دي ونرجل شوية كده وإحنا وقفين في المبابك أهو أنت أنا هخصل الاتباق وإنت ترصها حلم هقول لها إيه بقى ساعتها أقول لها روح يتفرجي على حلقة كنا عملينها لا كنا عملين الحلقة هنا أن الست لما بتشتاج على شغل البيت وتغسل لباق والحاجات دي بيزيد من عمرها الله يا ربي خليوكم لينا طيب ما هيك كمال حاية عمريك يتولي يروح قلب لا ده أنا كده عمري بيقصر لا بيقصر لا أنا جيب لك بعض الاتباق قد أنت عملينها علامي طيب ما خليك معي وركز كده قول لنا ترطق لي ودانك كده اهو اهو زيء الوظي ترطق لي ودانك كده في دراسة عملت على 36 ألف راجل كبير عدد يعني من رجالك كبار السن اهو في أمريكا وأوروبا بتقولك يكتشفوا أن الرجالة اللي بيشاركوا في الأعمال المنزلية بتكون صحتهم كويسة عن الرجالة اللي مش بيشاركوا في الأعمال المنزلية يعني إذن زي ما هو ده بيعود عليها بالخير في صحتها وبيديها طولة عمره وبيديها صحة كويسة بيعمل لك نفس الحاجة فلما تشارك معاها ربنا ما يغتكش بعد الشبه عنك مدري يعني باختصار يعني أنت جابال الدراسة دي رد للدراسة الأهواء هيا باختصار طيب وانت الدراسة عندك انت بس أين كمان عندها الدراسة يعني جسيل المواعين تنظيف البيت لغة من لغات الحب قد تكون اللغة الخمسة أو السادة أنا على فكرة الشغل بيطول عمري الشغل أنا بيطول عمري عادي أيها بس كمان العمال المنزلية هتطول عمرك أكثر ليه أعزيك تعيش تفعين كم واحد على 36 ألف طيب من أمريكا وأوروبا مش من الشرق أنا راجل شرقي أنا أقول لك عليك في عجبك جاسا كريستي اللي بتكتب الروايات الشهيرة دي اللي فيها طبعا ساسبينسو اه ساسبينسو وجرائم قدل بتاع تقول لك أنا فكرت تقريبا في 60-70% من الروايات دي وأنا بخسل مواعين شوف بقا طيب حال حال ليه أنا أخذ من موهبتها تدفق يعني لو جزها كان هو اللي بيخسل مواعين كانت تتبقى جاسا كريستي الأفكار اللي هجي لك وانت وايف على الحب انت كان الأفكار طيب بلاش مواعين بلاش مواعين مكنسة مكنسة طيب ينشر بانطلونين على الشتين بلاش النشر عشان الجيران لو شافوه مشاعره هتتكسر كرامته هتت طبعا لأ مع الجيران بيبقوا بينشوره عادي برا طبعا الراجل بينشور عادي نرتب عمرك شفت راجل بينشوره؟ اه عادي اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك